اه كم من معصية قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها وكم من مصيبة قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك وابداها فيا حسرة قلبك في هذه الساعة على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك يقول لك ربك جل وعلا اتعرف ذنب كذا وفي رواية لقد عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا يعني عملت الذنب الفلانية في اليوم الفلاني والمعصية الفلانية في اليوم الفلاني في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الكل مسطر علينا ومسجل علينا لا يضيع شيء ولا يغيب عن الله شيء جل جلاله فيقول لك ربك اتعرف ذنب كذا اتعرف ذنب كذا فالعبد المؤمن يقول لله يقول ربي اعرف ربي اعرف وانكسر وعارف انه اذنب واخطأ في حق ربه فيقول لرب سبحانه وتعالى ربي اعرف ربي اعرف اسمع اسمع فيقول الغفور الرحيم جل جلاله ولكني سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم الله يا الله ولكني سترتها عليك في الدنيا هو معقول يسترني في الدنيا ويفضحني في الاخرة والله ابدا والله ما سترك في الدنيا الا ليتم سترك عليك في الاخرة اني سترتها عليك في الدنيا تبو في الاخرة واغفرها لك اليوم هذا فضل الله جل وعلا وهذا حلم الله جل وعلا وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بخلقه وبعباده